تم بالرباط التوقيع على اتفاق استثمارية بين المغرب والمجموعة السينية ستيك دي كاستال تروم إحداث مشروع صناعي لإنتاج إطارات العجلات من الألومنيوم بقيمة 350 مليون يورو والذي سيمكن من إحداث 1200 منصب شغل هذا الاستثمار تبلغ قيمته 4 مليارات درهم مع مجموعة استراتيجية صينية تعد واحدة من الشركات الرائدة عالميا في صناعة السيارات وخاصة في صناعة إطارات العجلات من الألومنيوم كما أن المجموعة ستصنع بالمغرب 6 ملايين إطارات العجلات من الألومنيوم وستقوم بتصدير 90% منها وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة ستيك دي كاستال تتوفر على 30 وحدة إنتاجية بأوروبا وأمريكا الشمالية والصين وهي مخصصة لإنتاج مكونات السيارات الخفيفة وإطارات العجلات من الألومنيوم علما أن المجموعة تزود أبرز مصنع السيارات ترجمة نانسي قنقر شكرا